برعاية وزير الأعلام اللبناني منحمر ياشي وحضوره أطلقت قناة تلالومير وانورسات لاتحاد الأعلام المسيحي من مقر وزارة الأعلام في بيروت حضر حفل إطلاق الاتحاد إلى جانب صاحب الرعاية كل من رئيس مجلس إدارة تلالومير وانورسات السيد جاك كلاسي مطران ترابلس وجبل لبنان للسوريين الأورتدوكس جورج صليبة ممثلا البطريارك والإغناتيوس أفرام الثاني مدير المركز الكاتوليكي للأعلام الأب عبدو أبو كسم ممثلا البطريارك الماروني الكاردينال مربشارة بطرس الراعي الأب أثاناسيوس شهوان ممثلا البطريارك يحنى العاشر الأب هوفاكين بنجاريان ممثلا الكاسوليكوس بايت كيليكيا للأرمان الأورتدوكس أنطلياس البطريارك إيرام الأول كيشيشيان الأب سيبو ممثلا بطريارك بايت كيليكيا للأرمان الكاتوليك كريكور بدروس العشرين الخلقسكو فياترون كوليانا ممثلا البطريارك مارجي وارجيس الثالث صليوة والموتران مارميلي الزية مديرة البلامج في قناة تيللومير ونورسات السيدة الأعلمية ماريتا رازك ريدي دو إلى لفيفين من الأباء الكهنة والقصاوس والعلمانيين ووسائل أعلمية مسيحية ومحلية استهل حفل إطلاق الاتحاد بكلمة ترحبية ألقتها أمين سر الاتحاد الأعلمية ماريتا رازح نينباشا أعقبتها كلمة تلاها رئيس مجلس إدارة تيللومير ونورسات السيد جاك كلاسي قال فيها نحن اليوم في زمن العنصرة العنصرة التي تعيد لغة السلام والتلاقي والتضحض الكبرياء والبلبلة التي تسود مجتمعاتنا ومن هنا أتى الاتحاد الأعلام المسيحي ليعيد إصلاح ما خلفته تلك البلبلة والكبرياء وتابع سيد كلاسي إن الخوف الذي نعيشه اليوم سببه الأعلام المتطرف والغير مسؤول وكأن الهدف منه إفراغ الشرق من مسيحيه وبالتالي أن كل المؤتمرات التي عقدناها في هاتين السنتين مع مؤسسات أعلمية مسيحية ولجال فكر وأصحاب رؤية أفضت إلى هذا الاتحاد الذي نعلن ولادته هالبلبلة سببها الكبرياء بتحدي الرب وكان نتيجتها إليها الكون فرق الألسل وشتت بناتها البرج وما عايد حدا يفهم على حدا إجت العنصرة لترجع لغة السلام لغة المحبة لغة التلاقي لغة الكرامة لغة الإلف لغة التفاهم اتحادنا اليوم بزمن هالعنصرة ما هو إلا رد على البلبلة اللي حاصل اليوم بالإعلام هالفوضى اللي عم بتعم الحياة الاجتماعية والدينية والاقتصادية والسياسية ما في شي بيصلحها إلا إعلام مسؤول إعلام مسؤول يختصر بكلمتين واحدة سهل كتير من فلسف الإعلام كتير وهي كلها شغلتين قولي الحقيقة ونقلة متل ما هي واحترم الآخر شو مكان دينه عرقه لونه أصله فصله خلصنا ما بنعود نشوف لحروب ولمونة كافيت الخوف اللي عم نعيشه اليوم ويلي عم بعيشه ليدنا سببه إعلام متطرف وإعلام غير مسؤول متل كأنه هدفها لإعلام إفراغ الشرق من مسحيه وبالتالي محي حضارة عمره ألفين سنة هي حضارة المحبة كلنا مسؤولين عن بعضنا البعض قدام الله والتاريخ وعن أهداف الاتحاد قال السيد كلاسي من أهداف الاتحاد تعزيز التعاون عبر إنتاج مشترك تبادل الأخبار المشتركة تقليص النفقات لإنتاجية بين بعضنا البعض إقامة مؤتمرات وندوات إقامة دورات تدريبية للأعلاميين العاملين في الاتحاد ومن هنا أتى الاتحاد لنقل الصورة الجميلة عن حضور الله بيننا اتحادنا اليوم لتأكيد اختبار مسيحي عمره ألفين سنة اختبار ممزوج بأعمال مفعمة بالحب وصلت لانتصارات هائلة اتحادنا اليوم لتنشئة أجيال على سائفة المحبة والسلامة لما يعودوا شبابنا غربة بوطنهم وغربة عن وطنهم اتحادنا اليوم ليحد من العنف والإرهاب والفساد والحروب والأحقاد ومبادلة الشر بالشر أما الوزير ملحام رياشي فبارك هذه الخطوة مؤكدا أن الاتحاد هو نموذج من نمازج التواضع المسيحي بالفعل رسالة كتير دقيقة كتير مهمة كتير أساسية لعملية الانثقاف أو الانكولتوراشون بين الآخر وبين مسيحي المشرق ليش الانثقاف؟ لأنه نحن بطبيعتنا وبحضرتنا وبإيماننا لا نلغي الآخر ولا نلغي أحد بالعكس نتواصل وننسقف مع الآخر نتعلم منه ونعلمه ما لدينا هذا الاتحاد اليوم بين إيديكم نموذج من نمازج التواضع المسيحي كلنا منعرف قصة اليهود والسامري كلنا منعرف أنه بالأخير السامري يلي ساعد المصاب بالسائية ونقله أهم بكتير من الفريسي يلي كان مدعي أنه رايح تيصلي وما معه وقت يوقف ليساعده هو عم بإنه عم بيصرخ بالأخير القضية هي قضية الإنسان أي إنسان بأي زمان وبأي مكان ومطرح ما بيكون في حرية الإنسان وكرامة الإنسان بيكون المسيح حاضر سواء كان مسيحي أو مسلم أو يهودي أو كردي أو شو ما كان بعد ذلك قدم السيد كلاس درعا تقديرية للوزير الرياشي عربونا محبة وتقدير وفي ختام الحفل تبادل الجميع نخبة المناسبة والصور التذكرية